هو تنتبق عليهم أهل مكة أدرى بشعابها اليوم المواطن اللي بشي يعني يدخل للمجلس المحلي سيقترح وسيكون قوة اقتراح وقوة ضغط لتحقيق التنمية أو لتحقيق المجالات اللي قلت عليهم في المؤشر التنمية الجهوية من بينهم مجالات الرأس المالي، الرأس المال البشري، الصحة، التعليم كل ما يتعلق بالتنمية على مستوى المنطقة نتاعه واليوم يعني العضو المجلس المحلي يمكن له أو رئيس المجلس المحلي يمكن حسب القانون وحسب نص القانون يمكن له أن يستعين بالمجتمع المدني وهنا ما يزمناش ننسى وراه دور المجتمع المدني ودور الجمعيات والمنظمات في يعني المساهمة في إنجاح هذه التجربة تعرفوا كونه احنا صحيح عشنا فترة كونه في وقت من الأوقات ومنحبش نعمم المجتمع المدني أخذ بعض القبعات السياسية ويعني حاول اغتنام فرصة هذه القوة الضغط اللي كانت عند يعني المكونات المجتمع المدني لكن اليوم نحن نريد مجتمع مدني فاعل ومجتمع مدني قوة الضغط حقيقية بعيد على التجاذبات السياسية وبعيد على الضغط السياسي وطبعا كل هذا سيشخصه عضو المجلس المحلي ثم ينتقل إلى المجلس الجهوي ومن المجلس الجهوي المجلس الأقليم وهذا ما يعني سيصل بنا إلى آخر مرحلة هي الغرفة الثانية مجلس الأقليم والجهيات اليتقاس ترجمة نانسي قنقر